أما هلأ ليا بننتقل لفقرتنا التالية مع عالم الفن التشكيلي بسوريا برحلتنا على الصباحية اليومية دائماً عم يكون في بصمة فنية خاصة للفن التشكيلي مواهب شابة عم نسلط الضوء على هليها لنحكي عن الفن التشكيلي أكتر معنا الفناني التشكيلي ليزا غازي يصعد صباحك وأهلا وسهلا فيك يصعد صباحكم جميعاً أهلا وسهلا فيك ليزا بالبداية عنا نحنا عدد من اللوحات تقبل ما نشوفهم خلينا بس نحكي عن ليزا أكتر عن الفن يلي بتتبعي أكتر أنا داعتي مع هدف فنون تطبيقية أنا بتتبع بلوحاتي للفن التشكيلي لحديث تقريباً أنا حبيت أني يكون إلي مسيرة فنية خاصة فيه طبعاً هي أكيد تعتمد على دراستي واطلاعي على مدارس فنية متعددة من الانطباعية للتكعيبية والتجريدية فأنا حبيت أمل مزيج من هذا الفن وحبيت أرسم بطريقة هيك حديثة شوي تعطي صورة حلوة عن المرأة السورية لأن الأنسة كتير موجودة بلوحاتي أغلبهم خلينا نحكي أيضاً عن الفن التشكيلي ونحنا نشوف بعض لوحاتك عم تقولي يمكن بسبب اطلاعك على المدارس الفن التشكيلي هي مدارس مختلفة ولكل مدرسة بسمة خاصة مع الفن المعاصر كيف حاولت تدمج بين هاي المدارس بيكون إليك بسمة خاصة هلأ أي حدا بيحضرنا بيقول الفن التشكيلي هيكي إلو عالم الآخر نوعاً ما طبعاً لأكل فن بيكون في مدرسة معينة بيحبيت طبعها هلأ أنا في عندي لوحة مثلاً مثل هاي فأنا متبع فيها متبعة فيها مثلاً يعني الحداثة بأنه أنا مثلاً أزياء المرأة السورية الحديثة النظرة الإنسوية الواضحة مثلاً في عندي شي من التجريدي ممزوج هيك بريشي هيك عفوية في كمان عندي هيك لوحة اللوحة الثانية في هيدا اللوحة طبعاً هي هون لوحة نوعاً ما تعبيرية أو رمزية يعني بدل على أنه الحياة بستحق منه أنه نحنا نشق الطريق غصباً عن الظروف الصعبة فهي رمزية نوعاً ما تماماً ليزا نحنا وليزا نحنا وعما نطابع اللوحات خلينا نحكي قد تستغرق معي كوقت كل لوحة من بداية الفكرة وشو هي التقوص اللي بتحدديها أو شو المزاج اللي لازم يكون متواجد لترسمي اللوحة تماماً هو فعلاً المزاج هو أهم شي يكون موجود فهلأ يعني أنا صراحة كل لوحة أحياناً في لوحة تاخد معي يمكن سني يمكن أكتر أحياناً في ظروف بتلعب دور أحياناً في مزاج كتير يلعب دور أنو أنت بتكون اللوحة قدامك بتحبي في عندك شي عم تغطيه أنت قادرة أنك تقدمي للوحة وفيه شي أنت مثلاً أنو خلص بتحسي أني ققفتي بديك فترة لا ترجعي تساطيه شي من داخلك من مشاعرك تجاهها فباخد هاي استراحة بمتق إلى لوحة تانية مثلاً فكل لوحة ممكن تستغرق معي وقت بس أنا بشكل مستمر بحبس أنو عندي شغف للرسم للألوان فبحب دائماً أنو حتى لو أنا هاي اللوحة ما عندي هلا أعطيه شي من جوا فبلاقي حالي أنو في شي تاني جواتي للاوحة جديدة كم من لوحة أخرى طيب خلينا نشوف اللوحات اللي معك كمان ونحكي يمكن الفنان هو حساس أكتر من غيره اليوم بريشتك قديش الأحاسيس بتلعب دور ومع الواقع الحالي يعني بكوني بعيدة عنه ولا بتعسي الظروف والنفسية من خلال الألوان يعني أحياناً مشوف ألوان مفرحة أحياناً مشوف ألوان غامئة هي بتعبر عن هاي الحالة صح أنا بعتمد كتير في عندي أغلب اللوحات فيهم هاي دي فرح مية بالمئة يمكن أغلبهم فيهم فرح تقريباً فيهم حالة يعني أمل أمل كتير يعني اللوحة اللي شاركت فيها أخر شي بالمعرض مؤخراً هي فعلاً تأملات يعني كانت كتير موفقة فأنا عندي شي من المشاعر بحب حطه باللوحة أعطيه لون فرح يجلل الأنسة بس هاي المشاعر سوية جميلة تماماً تماماً لي موجودة نحن عنا أنه دائماً اللوان الفرحة بتجري من الأنسة يعني نحاول نطفي شي على يعني حياتنا اللي هيك شوي فيها صعوبات فلما بتطلعي باللوحة بتحسي أنه هيك في راحة نفسية في حب أنا وقت اللي بأنا نفسي أو هاي حدا مثلاً ممكن يزور معرضي أنه لاقي دائماً في فرح وأنا كتير لقيت هيدا يعني كتير الأصدقاء أنه لعلقوا بهاي الكلمة أنه أنت دائماً لوحاتك كتير فيها فرح وفيها طاقة فيها لمسات مشاعر حلوة بحاجة لهيك شي نحنا أيضاً لذا خلينا نحكي عن مشاركاتك السابقة بمعارض وشو هي المعارض كان لك مشاركات فردية هلأ أنا مؤخراً شاركت بمعرض الفن التشكيلي كان فيه بالمركز الثقافي هون بكفرسوسي كان المعرض كتير قيم لأنه كان فيه يعني هو لقاء أجيال فاش يعني لشيء أنا اكتسبته من المعرض وحبيته كتير كان معنا نحنا مثلاً أنه معنا من المخضرمين بالفن للشباب الجداد يعني فهي الثقافية متنوعة بين الجيلين كتير بتفيدنا يعني بتفيد الفنان بأنه هو يعني يصير عنده اطلاع أكتر يختار الفن اللي بيهو بيتوجه إله أكتر فهي أكيد هي ثقافية جديدة وتوسيع يعني اللي بتصير بالثقافات بالحكي بالحديث بين المخضرمين اللي نحنا أكيد بنلجأ لهم بكتير من الفن ناخد من فنون في عندنا كتير فناني من فنون كتير حلو يعني فتوفقت فيه كتير بالحضور اللي كان موجود يعني فهيدي المشاركة هلأ أنا بيطرطوس أنا يعني مشاركاتي كتير قليلي نوعاً ما بالشام عم بيصر لي إن شاء الله أنه مجالات أوسع أكيد بدنا تمنالك توفي بعد معك لوحدين كنتي حابة تحكيه أكيد عنهم اللوحة الأخيرة كنتي ماسكتياً خلينا نحلم أنا كتير بحبها لأنه هي مزاج مشاعر أو فيني يقول أنا مزاج علني مثلاً ممكن الشخص الواحد يعيشه وممكن الأشخاص متعددي يعني مزاج الأنسة أن تبغيشي هذه المزاجية بكلها بالفرح لأنه كثير أنا حبيتها حسيت أني حطيت فعلا إحساسي فيها اشتغلت بكل حب وكانت يعني هيك كل شي عندي جواتي يعني عطيتها من جواتي فحبيتها كثير فيها طوفان مشاعر مزاج علني مثل ما قلت فعلا هيك وفي لوحة الأخيرة طبعا هاي اللوحة دمشقية لازم تكون ومن أكيد من اللوحات لأنه الشام دائما إلى يعني ياسمينا الخاص وريحتها الخاص طوي ودائما هي مصدر إلهام لأي فنان بحالات الشام الأديمة الحلوة فهي كمان من أعز اللوحات عندي صراحة يعني لوحات كثير حلوة ونحن مننتمنى عليك التوفيق شكرا خليلي وكيد نعطرينك بحلقات جاية لحتى نتعرف أكثر على لوحات جديدة ومشاركات جديدة أيضا شكرا لألكم شكرا لألكم سيد صباح نتشكرك الفنانة التشكيلية ليزا غازي على وجودك معنا تمنى لك التوفيق بجميع خطواتك القادمة شكرا لألكم شكرا لألكم شكرا لألكم